مرحباً 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 صراحة أول ما أنييت إلى فرنسا طبعاً ما كنت أتوقع أن الكثير من الناس يتكلمون معي باللغة الإنجلينزية أو حتى باللغة العربية بس أنا استغربت وأهم أحاولوا طبعاً أن يتكلمون معي وفي نفس الوقت أنا حاولت أتكلم فرنسي أيضاً وكلما أنا جربت قطيت كلمة مني مناك شفت الإبتسامة فيهم فشجعني علشان أحاول أتكلم أكثر وأكثر بالنسبة للدور الفرنسي حالياً ما أعتقد أن المستوى يعني منافس بكثر الدور البريطاني أو الدور الإنجليزي والدور الألماني بس أنا أشجع باريس سان جرمان وأحتاجهم أن يفوزون في الشامبيز ليك يعني أوكي فس في الدور الفرنسي بس عشان تثبت جدارتك وقوتك فعلاً لازم تفوز بالشامبيز ليك بالصراحة لازم أقول الأكل الأكتري أفضل لأنه طبعاً بم بس لأن أنا أكتري بس الأكل اللي أنا أكله في بيتي وجدتي مثلاً تطبخه لي يعني طبعاً أكل أكتري وعربي فعندي ذكريات يعني كثيرة يعني لما أنا أكل الأكل ولكن طبعاً أنا أحب أيضاً يعني الأكل الفرنسي أنا أحب الأكل من فرنسي بشكل عام فمو بشرط أن يكون أكل فرنسي لو كليت أكل ياباني أو إيطالي أو فرنسي أحلى أكل لأن طبعاً ما شاء الله عليكم عندكم طباقين من أحسن طباقين يعني في العالم أنا ديبلوماتيك أه؟ نعم تقريباً مبالغة ولكن عندكم موضع وأحيي الشعب الفرنسي على أناقته وشكله لما تطلع بشارة تشوف ما شاء الله لأن المعروف عندنا أن الطليان هم اللي عندهم الأزياء ومهتمين فيها لكن فيه اهتمام كثير بالأزياء في فرنسا وحتى أنا رحت شريت أشياء عشان أكون تقريباً مثل ما هم يعني متوقع يعني مثل ما أنا بس شرت و طبعاً في بعض الناس وكم سألوني شلون العنصرية ضد العرب أو حتى لأن في بعض الأشخاص وهم ضد الإسلام ونحن نشوف مثلاً على فيسبوك الناس يشاركون فيديوهات إن فيه وايد من الفرنسيين أو فيه فرنسيين ضد ضدنا ولكن خلال الأسبوع اللي أنا كنت موجود بالعكس يعني أنا يعني يرحبوا فيني والناس كانوا من أطيب الناس وقدرت أشوف ناس من جميع أنحاء العالم يعني موجودين وساكنين يعني يعني ساكنين في فرنسا وقالوا أن هذه بلادهم أيضاً أتمنى يعني الأشخاص اللي أهم عندهم مشكلة يعني مع المسلمين أو مع العرب أو مع أي شخص أن يحطون العنصرية على جنب ويعطونا مجال لأن نفس ما نحب فرنسا إن شاء الله هم يحبونا أيضاً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم